السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم حبيباتي في قناة وصفات لكم اليوم إن شاء الله سأقدم لكم خلطة أو تبريمة قوية لتبييض الجسم بكامله وتنعيمه وتنعيمه كالحرير في خمسة أيام هي عبارة عن ذلك لتبييض الجسم وترطيبه سحرية ورهيبة سوف تعجبكم جدا بنتائجها فخلطة تبييض الجسم وتنعيمه لليوم هي صالحة للعرائس المقبلات على الزواج بامتياز وأيضا السيدات اللواتي تردن الحصول على تبييض سريع للجسم فهي تتكون من مكونات سهلة جدا ومتوفرة في كل بيت سنحتاج فيها كما ترون إلى الكركم فالكركم يعد من أقوى العلاجات الطبيعية التي تستخدم في تفتيح لون البشرة كما أنه يستخدم ضمن تقاليد الزواج الهندي بحيث تخضع العروس الهندية إلى مجموعة من العلاجات التجميلية هذا بمعجون الكركم مما يجعل الجسم صافي وأبيض وهذا قبل إتمام الزفاف إضافة إلى أنه يفتح البقع الداكنة بالجسم بفعالية سنحتاج كذلك هنا إلى نشاء الدرة أو ما يسمى كذلك بالميزينة فنشط درة مكون طبيعي معروف جدا بفعاليتي في تفتيح لون الجلد وتبييد لون البشرة سنحتاج أيضا إلى الليمون الحامد فهو غني بفيتامين سي الرائع لتفتيح لون الجسم كذلك بالإضافة إلى أننا أيضا سنحتاج هنا للحليب السائل لتغذية بشرة الجسم وأيضا تفتيح لونها وكذلك إعطائها النعومة والتوهج إذن كما رأيتم هذه هي مكونات وصفتنا لليوم لتبييد الجسم وجعله أبيض وناصع ونقي إذن على بركة الله لتحضير تبريم التبييد الجسم سنأخذ إناء مناسب سنضع فيه تقريبا مقدار ملعقة كبيرة من نشاء الدرة أو ما يسمى بالميزينة ثم سأضيف أيضا ما يعاد المقدار ملعقتين كبيرتين من مطحون الكركم ومن الأفضل دائما أن نقوم بشراء يعني الكركم على شكل أعواد ونقوم بطحنها بأنفسنا بالمنزل لأنه يكون بعد الأحيان ممزوج بملونات صناعية عند أغلبية العطارين ثم سوف أبدأ هنا بإضافة الحليب السائل الكامل الدسم يعني تدريجيا حتى نحصل على خلطة متجانسة وسوف أضيف هنا كذلك بضع قطرات من عصير الليمون الحامض كذلك يعني ما يعادل مقدار ملعقة كبيرة بهذا الشكل من عصير الليمون الحامض وسنستمر في دمج هذه العناصر جيدا مع بعضها البعض إلى أن نحصل على خلطة أو تبريمة تكون على هذا القوام كما هو موضح في الفيديو بهذا الشكل فهي رائعة جدا في تبييد وتفتيح لون البشرة بعدما قمنا بصنع هذه الخلطة أو هذه التبريمة لتبييد بشرة الجسم سنقوم أولا بالاستحمام يعني بشكل عادي قبل أن نضع هذه الوصفة وقبل الشطفة الأخيرة نقوم بذهن هذه الخلطة على كامل الجسم بما في ذلك حتى المناطق الحساسة والوجه أيضا نتركها لمدة عشر دقائق تقريبا ثم بعدها نقوم بشطف الجسم بشكل عادي وهكذا سوف نرى بيض ناصع الذي نحلم به فسوف تحصلون على نتيجة رائعة ابتداء من الأسبوع الأول أتمنى أن تستفيدوا من هذه الخلطة وأن تضغطوا على زر لايك إذا أعجبكم هذا الفيديو أيضا لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم ومعارفكم حتى تعم الفائدة أشكركم حبيباتي على المتابعة وإلى اللقاء في حلقة قادمة بإذن الله